السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الفيديو التاني من Azure Hybrid Identity الفيديو اللي فات احنا اخدنا نموذج البي اتش اي اس وعرفنا انه هو ده النموذج الاكثر انتشارا والاسهل استخداما وهو النموذج الديفولت اللي حضرتك تشتغل عليه لما تقرر عملية الماجريشن من الامبريم عندك تروح للأجر كلاود وقلنا انه بيتم في النموذج ده انه بيسجل البيانات اللي واخدها من الامبريم بيرحلها على الازر وبتظل في الازر موجودة حتى تتم عملية او عملية التزامن ما بين الامبريم وبين الازر فبيبدأ ينقل التحديثات فقط وعرفنا انه زي ما ليه مميزات اهمها انه ممكن في حالة هو ما عندكش مشكلة هيتمكن من الوصول او حتى المكاشر فيه بين ايدي كوننكت كوننكتور وبين الازر او او بين الامبريم انت برضو ما عندكش مشاكل وشفنا انه برضو ليه عيوب من ضمنها او اهمها ان عملية ديت قد تطول الى تلاتين دقيقة النهاردة حنستكمل حادثنا في النموذج التاني اللي بدأ او ميكروسوفت عملته اه علشان تقضي على مشاكل البي اتش اس او علشان توفر لك بعض المميزات اللي انت ما كنتش قادر تحصل عليها في نموذج البي اتش اس النموذج اللي هنتكلم عليه النهاردة يا شباب خلينا بس نمسح كده عشان نتكلم ايه على نظافة نموذج اللي هنتكلم عليه النهاردة يا شباب هو نموذج البي تي اي باس ثرو ثينتيكيشن الباس ثرو ثينتيكيشن يا شباب ده نموذج كده بستخدمه في حالة ان انا برحل البيانات من الامبريم عندي اوديها الاجر حد يقول لي طيب معلومة البي اتش اس برضو اللي احنا تكلمنا عليه في البي اتش اس كان بيعمل كده هقولك ايوة بس البي اتش اس كان بيعمل ايه كان بياخد اليوزر نيم والباسورد بنفس الشكل بتاعهم كده وكان بيسجلهم هنا صح في الاجر كان بيسجلهم في الاجر وبيروح يعمل عملية السينكرونيزيشن اللي هي بيرحل الحال خلاص فايدتها ايه الاثنتيكيشن ايجنت دايت اليوزر بعد ما طلع خلينا برضو نقول نستخدم نفس كده هدي يوزر وان هو الباسورد بتاعتك ايه تمام بعد ما طلع بقى برضو هنا اسم يوزر وان باسورد وان تمام لما يجي يدخل بقى اليوزر وان دا يدخل على البورتل او يدخل على خدمة مرتبطة بالدومين بتاعنا اللي احنا رحلناه من الويندوز والديناء اجر فيجي حط اليوزر نيم والباسورد فااجر تقول له ايه انت مين يقول لها انا اليوزر وان واد الباسورد بتاعتها ايه فتروح واخده اليوزر نيم والباسورد مرحلهم هنا بعتاهم ليه الاجنت اللي اسمه واثنتيكيشن ايجنت وتقول له شوف كده اليوزر نيم والباسورد دول اللي جايين من الام بريم اللي مرتبطة بي صحيح ولا فيهم مشكلة فيروح الاجنت متصل تاني بالويندوز اكتا ديركتوري علشان نتشك على اليوزر والباسورد هل هم فعليا صحيحين ولا فيهم مشاكل وكده اعتقد ان احنا فهمنا ان ما فيش اي عملية دلي او اي عملية تأخير فيما يتعلق بقى لو هنا لو هنا اليوزر اتغير له الباسورد او اتعمله ديسيبول او اتغير له مثلا اللوجون اور في الويندوز اكتا ديركتوري فهو بيسنك وقت تمام بيتزامن وقتيا اه من خلال ايه من خلال اللي هو بينزل مع نموذج البيتي اي خلاص يبقى هنا برضو نقدر انك تتشف المميزات الخاصة بالبيتي اي المميزات الخاصة بالبيتي اي اه ان هي بتروح تجيب التحديثات وقتيا اثناء عملية الريكوست الجاية من اليوزر ان هو يلوجن اول ما اليوزر يجيني انا كاجر ويقول لي انا لو سمحت عاوز احصل على الخدمة الفلانية او محتاج اعمل عملية ساين ان او لوجن فبالتالي هنا بيروح يتشك على بياناته في الامبرين هل تم اي عملية تغيير او تعديل او اضافات على اليوزر ده ولا لما وهنا ممكن حد يسأل نفسه طيب انا محتاج عمليات اضافية غير البي اتش اي اس يا شباب اللي احنا تكلمنا عليه في الفيديو اللي فات انا هنا محتاج انزل ايجنت وهو بينزل من بورتل على فكرة تمام والايجنت ده هيحتاج مني عملية فهيحتاج مني سيرفر اضافي هو مش سيرفر برمعنى سيرفر ولكن هي ماكو صفت بتسميه سيرفر لها تمام تمام فبالتالي احنا هنا لو عملنا مقارنة بسيطة جدا لو روحنا كده بقى لو روحنا في الجزء ده علشان نعمل مقارنة بسيطة كده بين البي اتش اي اس والبي تي اي هنقول ايه ده بي سجل البيانات او اه اجر اجر هو اللي بي اوثنتيكيد صح كده بينما هنا الامبريم هي اللي بتعمل عملية الاوثنتيكيد هنا في البي اتش اي اس عملية السينك بتاخد من دقيقتين لتلاتين دقيقة زي ما قلنا هنا في البي تي اي عملية السينك بتبقى في نفس الوقت باستخدام اي يا شباب هنا البي اتش اي اس لا يتطلب اي عملية اه طول اضافية او عملية اضافية فقط بيوز الاي دي كونيكت هنا في البي تي اي لا انا محتاج اي جد اضافي غير الاي دي كونيكت تمام طيب هنا في حالة ان ما فيش كونيكتشن او انترنت ما محتاجش انترنت كونيكتشن طول الوقت ما عنديش مشكلة اليوزرات فوق خلاص اريدي هنا لا انا ريكوايد لازم يبقى في انترنت كونيكتشن طول الوقت بين الاجر كلاود وبين الانبريم في نموذج تالت اقل استخداما واكثر تعقيدا خلينا نتكلم عليه برضو بالمرة اللي هو نموذج لو رحنا كده الدي اف اس وده من اسمه او ال اي دي اف اس عدد دريكتي فيدريشن سيرفر في الفيدريشن سيرفر يا شباب نفس الحكاية الخاصة بالبيتي اي هو برضو بيستخدم اي جنت ولكن ما اسموش اي جنت اوثينكيشن هو اسمه بروكسي فيدريشن اسمه بروكسي فيدريشن الفكرة برضو انه بعد ما بيتم عملية الترحيل من الويندوز تروح للكلاود اليوزر بيطلع والجروب برضو يا شباب بتطلع والديفايس بس الديفايس يعني طلعش نفس اليوزر كده مرة واحدة بعد كده اليوزر هيجي لوجن فاجر هيخاطب البروكسي ده ويقول له ده فيه يوزر جاييني واحد اتنين تلاتة فالبروكسي يروح ويقول لها اديني بيانات واحد اليوزر ده فتقول له البيانات واحد يقول لي طيب ما هو البيتي ايه هو هو الديفايس هقولك لأ الديفايس يا شباب اه بيتعامل مع الاكسترنال يوزر بيتعامل مع الاكسترنال يوزر او اليوزرات الي جاييني من بره من بره يعني ايه من بره الدومين ده وبرضو بيدفولت من بره الاجر اللي هو لما كنا بنعمل في الكلاسيك داتا سينتور لما كنا بنستخدم لما يكون عندي دومين كل واحد فيهم جاي من شركة شكل انا في شركتي عندي فبالتالي عندي دومين صح ايه وصح شركة التانية عندها دومين وعندها مختلف عني صح ايه وصح انا عندي يوزرات وهم عندهم يوزرات صح ايه وصح انا بقى محتاج اليوزرات اللي عندي واللي عندهم ادخلوا على نفس الدومين بتاعي وبالعكس فكنت بستخدم حاجة اسمها انتي او دومين سيرفر خلاص فقال لي لو انت فعليا مستخدم عندك في الامبرم وحابب انت لازم تستخدم نموذج هو مش لازم يعني هو انت تستخدم نموذج الدي اف اس هو برضو اسمه دي اف اس فوق طيب واحنا ليه قلنا اقل انتشارا واقل استخداما لانه اصلا يا شباب باي ديفولت الاجر اكتف داريكتري حللي مشكلة الاكسترنال يوزر حلهاني حلهاني بايه باقل يعني مفيش اصلا عملية كونفيجريشن بالتم ومفيش عملية تكلفة اصلا باخدها يعني وسهلة جدا وبجرد ان انا بعمل اه او برسل دعوة للكيانة اللي انا حابب يدخل عندي اشانا عندي دومين على اجر اه فيه يوزرات ايوة طب انا محتاج يوزرات تانية من دومين تاني يجوا يدخلوا عندي يحصلوا على خدمات او يشاركوني في اه مسلا او ويبسايت ممكن اي ممكن تمام فبدل ما اروح اعمل اه كونفيجريشن واشتري لايسنس كنتطلب طبعا لايسنس واشتري لايسنس وادفع فلوس وامل كونفيجريشن واجيب حد فاهم فاهم اوي كمان اي انا مش فاهم وخلاص علشان يعمل لي القصة دي ويدرها لي لا انا الاجر بيقدمها لي اه فول فري وباقل اه يعني يعني ده فقط عملية ان انا ببعد دعوة وخلاص كل سانو طيب تمام تمام يبقى كده تلخيصا للفيديو اللي فات والفيديو اللي احنا تكلمنا فيه ده الهايبريد ايدنتيتي على اجر فيها اكتر من عملية الافنتيكيشن بتتم او اكتر من شكل بيتم على الافنتيكيشن البي اتش اس خدناه والبي تي اي خدناه والدي اف اس خدناه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله احنا هناخد نمازج لأسئلة امتحان انا جمعتها لكم من امتحانات فعليا بتتكلم على ازاي عملية الافنتيكيشن دي بتتم ونجاوب عليها مع بعض وبرضو نراجع المعلومات اللي احنا تعلمناها مع بعض اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته